المتحدث الثالث وهو الأستاذ عمر سليم مؤسس وعضور الرابطة الدولية لمحاكاة أداء المبني مساعد باحث سابق في جامعة قطر المشاركة بعنوان لماذا تحتاج المدن إلى أن تصبح ذكية الآن فليتقدم مشكور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أستاذ دا عمر سليم هل أنت لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله تفضل أستاذ بداية نشكر حضرتك أستاذ عليها وأشكر الدكتور أحمد والدكتور فتح الشعيبي على الكلام الجميل عن الأمثلة على المدن الزكية إن شاء الله نتكلم ليه نحن محتاجين أن المدن اللي نسكن فيها تكون زكية أي أهمية لفكرة المدن الزكية أستاذ من فضلك هناك خلل في الصوت نرجو الإصلاح طيب السوق دا كويس السوق دا واضح لا ما زال هناك تقطع السوق دا واضح السوق دا واضح نعم الآن واضح تفضل الأستاذ السوق دا واضح السوق دا واضح نتكلم ليه نحن محتاجين المدن تكون زكية ما هي ضرورة إن المدن تكون زكية دلوقتي؟ في السنة 1060 كان عدد سكان العالم حوالي 3 مليار دلوقتي عدد سكان العالم يتجاوز 8 مليار وكل يوم المناطق الحضرية تزيد فيها عدد الأفراد تقريبا 150 ألف شخص بسبب الهجرة أو بسبب المواليد ناس كتيرة تحب تنتقل من الريف للمدينة لوجود فرص عمل فيه ارتفاع كبير في طلب على الموارد زي الغذاء والماء والطاقة والهواء النظيف المدن اللي احنا تم تصمامها لسكان الأمس باستخدام تكنية زمان أصبحت فيها انهيار ومش قادرة تغطي طلبات سكان اليوم ومكاتش متصورة إن الاحتاجات اللي هتكون موجودة زي ما احنا شايفين فيه ضغطات كتيرة جدا بالذات مثلا في المدينة اللي ظهر فيها فيروس كورونا برضو في نيويورك فيه عدد سكان كبير جدا في القاهرة فيه مدمن مزحمة جدا بالسكان مشوار ممكن تاخده في وقت يكون فاضي فيه مثلا الفجر ممكن تاخده في عشر دقيق ممكن تاخده في ساعة فيه اوات الزروة ودي مشكلة كبيرة جدا لانه فيها تلوص فيها تضيع الوقت فيها مشاكل عصبية تمام ولما حصل ازمة كورونا احنا فجوئنا ان احنا مش مستعدين لكده الموضن غير مهيئة لكده ولا البيوت اللي احنا ساكنين فيها مهيئة لكده حتى ان فيها امراك كتيرة جدا بسبب الناس قاعدت فاترة طولة في البيوت وهي مصممة ان احنا ننام فيها مش ان احنا نعيش فيها فاحنا عندنا دوقتي فيه مشاكل كتيرة جدا بسبب التصميمات الخطيئة فاحنا محتاجين نشوف ايه المزايا الموجودة في المدن اذا كاي يعني عندنا 33 مدينة ضخمة عدد سكانها بيزيد عن 10 مليون نسمة فعندنا تحدي ان احنا نوصل لهم مياه نظيفة وطاقة كافية والغزاء الامن وفيه مشكلة بتاع التلوث 70% منه بسبب المباني اللي موجودة والمدن اكتر من المصانع فاحنا لو قدرنا ان احنا نسيطر على المشاكل دي زي مشكلة الطاقة يبقى فيه مثلا سمارت جريد توصل بشكل قوي زي ما حصل مثلا دكتور فاتح قال في مدينة لوسيل فيه برضو مدينة لاين ليسا ما خلصتش لكن ان شاء الله يتحقق فيها نفس المواصفات عندنا فيه حاجات كتير جدا خاصة بالسيفتي وهكذا دي احنا نحتاجين ان احنا ندخلها في قلب منظومة الموضن عشان تكون ذكية بحيث ان الانسان يبقى مستمتع بها يعني يكون فيه مثلا نظام لو مفيش سيارات موجودة في الاتجاه دوت فهي اوتوماتيك تبدأ تنظم مع حركة الترافيك بدل ما هو مثلا بيقعد ديئة هنا وديئة هنا ممكن يقعد مثلا عشر ثواني هو بيشوف الناس لو انا بدور على باركينج ديني انظار ان فيه باركينج متيح في مكان قريل وهكذا السيارات زيتها تبدأ تحس بكل الحياة اللي موجودة وتبدأ انها تاخد المعلومات من كل الاجسام اللي غريبة منها ففكرة المدن الزكية ان انا احسن حياة الناس اديهم مزايا اديهم تفتيت افضل ولموض اتصادي بنية تحتية افضل واسرع الحمدلله فيه نمازج عربية كتيرة موجودة سواء في الامارات سواء في قطر سواء في السعودية سواء في مصر سواء في المغرب نقدر نحن نعتمد ولين التجربة دي لاي دولة محتاجاها فهي موضوع عبارة عن مجموعة من التقنيات هنستخدمها عشان نوصل لمستوى افضل للحياة لان بداية المجتمعات كانت المجتمع عبارة عن مجتمع صيد وبعد كده اتنقل لمجتمع زراعة طبعا الخد سنين كتير جدا وبعد كده مجتمع صناعي اخد فترة طويلة وبعد كده اتنقل لالتبتولوجيا اعتماد على التبتولوجيا وحاليا نحن في مرحلة المجتمع السيبراني الفترة اللي هي لابين المجتمع الخامس والرابع لكن في تطورات كتير جدا الهدف اللي هو ان المدن تكون زكية ده من ضمن الاهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم اللي كل الدول اتبنته سواء دول العربية وغير العربية موجود في السعودية رؤية عشرين ثلاثين وموجود في مصر وموجود في كل الدول ان احنا عايزين المدن بتاعتنا تكون زكية والهدف ده مرتبط بباقي الاهداف وهو مش هدف منفاصل لا مرتبط بتوفير المية وكهربة وكل حاجة وجود في الحياة فهي تعريف فيه طبعا عشرات التعريفات لكن التعريف اللي انا شايفه من وجه نظري ان احنا هنستعم بالتكنولوجيا لهدف توفير الخدمات للمواطنين وتحقيق الاصدامة مع الحفاظ على التراف يعني انا بتستخدم طولز اللي هي الادوات الذكية زي الاسمارت بيلدنج الاسمارت بيوتوليتي الاسمارت بيزنس الاسمارت هيلث الانترنت اف سينجس الامن داتا الزكاء الاصناعي التعلم الالي التعلم العميد كل التكنولوجيا دي بدخلها مع بعض بحيث ان انا قادر اخدم المواطنين الموجودين وحقا لهم حياة افضل صحة افضل ان انا اغفر لهم وقت المواصلات ان انا اغفر لهم اماكن كتير يكون فيها نباتات يقدروا يعيشوا فيها وفي نفس الوقت لو المدينة دي فيها تراث معين ان احنا نحافظ على التراث مش بنقل التجربة من دولة اوروبية ومناخدها عندنا بينما احنا عندنا تراث خاص بنا فهي قدرة المدينة عندها قدرة على تحسين نوعات الحياة مع ضمان احتياجات الاجيال الحالية ومستقبالية وبدون متأثر على المواد الخام اللي محتاجها الاجيال القادمة فعشان كده فيه حاجة كتير جدا نازم تكون موجودة زي البنية التحتية المادية زي الطرق التخلص من النفايات وفيه مثال اعرض عليكم دلوقتي حالا في مدينة لوسيل لان اشتغلت في كزا مشروع في مدينة لوسيل زي البوليبارد وكزابورج فيه شبكة الطاقة زي البوليبارد بحيث انها تستفاد وتدمج معها الطاقة اللي جاية من المصادر المتجددة زي الشمس والرياح وتقدر انها لو فيه اي عيب فيه اي مشكلة يبقى تروح للمقر الرئيسي وتبدأ انها تتنبهني يعني عايز بقى عندك كنترول وشاف كل حاجة في المدينة الزكية عندها قدرة على رؤية كل حاجة وسامع كل حاجة وتقدر تاخد قرار من نفسها من خلال التعلم الالي تقدر انها تاخد قرار من نفسها البنية تحتال المؤسسية زي ان يكون فيه مؤسسات تعليمية ومستشفيات لان لو فيه خلل انا اضطر ان اروح مدينة تانية عشان اتعلم مثلا في جامعة لو مفيش جامعة ففقدت شرط من شروط المدينة الزكية عندنا البنية تحتال الاجتماعية موضوع التعليم وصحة والاستدام فانا كده بستخدم التكنولوجيا الموجودة زي الاتماتة ان لو متحصل حاجة يعمل حاجة تانية يعني لو حصل مثلا ان فيه ازدحام في مكان في الطريق يبدأ ان هو يوجه الناس لطرق اخرى البيانات المفتوحة دي مهمة جدا ان الناس المواطنين يقدروا يطلعوا على اي داتا هم محتاجينها عايز يعرف مثلا اي داتا حصلت وموجودة عند الحكومة بتشاركها مع الناس بحيث ان هو يقدر يعمل برنامج ويشارك المعلومات دي مع الآخرين ممكن انترنت الاشياء ان كل حاجة مرتبطة بالانترنت وتقدر تاخد المعلومات فوري التعلم الآلي وده هيدينا فواية كتير جدا هيقلل الزحام هيقلل انبعاثات من الكربون هيحسن خدمة الوصول للوظيفة والخدمات ان لو انا عمل الخدمات بتاعتي اي حد يستفيد منها على سبيل المثال بدل مضاعي يوم كامل في ان انا بروح شهر عقاري او ان اقضي مصلحة او ان انا اعمل جواز صفر او اي ورق من خلال التطبيق من الموبايل اقدر ان انا ادخل واسجل خدمة وانافيزة فده بيحتاج ان نبقى فيه تعاون بالتكنولوجيا كتير جدا في كزا واحد مثلا ممكن يكون واحد متخصص في الجاس واحد متخصص في البيم واحد متخصص في الانفرسترقشار في حد متخصص في طواعد البيانات في الذكاء الاصناعي كل المهانسين دول بيكتمعوا مع بعض ويبدأوا يعملوا مكان يقدر جمع فيه المعلومات من كل حاجة ويقدر ان هو ياخد القرار في حاجات خاصة مثلا بالمواصلات كما نرى هذا عمود نور مثلا موجود فيه كاميرا بحيث ان هو يشوف لو فيه اي مشكلة والكاميرا دي مفتبطة بالذكاء الاصناعي لو حاست ان فيه حرقة زادة عن لزوم او حاست ان فيه حد ما بتحرقش او حاست ان فيه حرقة مريبة بتبدأ تدي انذار اقدر اعرف الحافلة العامة هتوصل امتا فيقول لي مثلا الحافلة العامة هتوصل بعد 6 دقائق فساعتها اقدر اخذ القرار هل انا مستعجل اخد تاكسي او اقدر اسلنا المواصلات ديه فيه برضو اير كواليتي سنسور يبدأ يقول لي اذا كان فيه تلوث في المكان دوت فاسيب المكان طبعا المعلومات دي كلها بتتجمع في مقر الخدمة بيبدأ يقول لي اذا كان فيه مشكلة في المكان الفلاني فابدأ ان انا اتعامل معاه فانا محتاج ان انا اشارك المعلومات مع الناس فاي مكان يقدر يحصل عليها عمود النور ده فيه واي فاي مجاني وهنا سنسور عليه يقدر انها تحصل عليه حيث لو يوصل لمعلومات يقدر ان هو يصل لها المعلومات متشاركة مع الناس مضمن الحاجات المهمة جدا في المودن الزكية ان انا اخد رأي الناس يعني لو فيه خدمة انا انا عايز اقدمها او فيه مشروع عايز اعمله اخد رأي الناس ممكن ان هم كان مرد فى مشروع افضل بدلا من انا اعمل ملاهي شايفين لا احنا محتاجين مستشفى فده من ضمن الحاجات الاساسية في المودن الزكية دي ما عملناها في الوسيل دي عبارة عن نظام صرف صحي او نظام صرف بيبقى مقسم الحاجات بحيث ان ما يبقاش فيه سلال سلة مهملات العربية تأخذها لا هي اوتوماتيك بتشفت من العمير او الابراج وبتشفت من الاماكن الموجودة في الشارع وبتروح لمكان سنترل وست بحيث ان هو يبدأ ان هو يقسم الوست ديت او المخلفات ويبدأ ان هو يتعامل معه دي من الحاجات المهمة جدا كده وفر ان مفيش سائرات خاصة بجامع الكمامة ماشية في الشوارع كلها بتتجامع بشكل نظيف وبشكل يأمن ان ما بقاش فيه انتقال الامراض او في اي مشكلة خالص ده نموذج لداش بورد بتبدأ بتجمع فيها كل الداة بحيث لو في اي مشكلة اقدر اخدها ودي موجودة في بريطانيا ومشاركينها مع الناس كلها اي حد يقدر يحصل على اي معلومة او عايز يحصل على التلوث او عايز يحصل على مشاكل حصلت في وقت معين اه ممكن يحصل مثلا على الاماكن اللي موجود فيها الدرجات وبحيث ان هو يقدر يعمل برغامب ده مثال برضو على ان الداة موجودة وبيقدر هو يرائب المدينة كلها بحيث ان هو شايف ان اللي بيحصل مثلا في مدينة اللوسيل دي مؤشرات بتبدأ تقول له اذا كان في اي مشكلة موجودة في المدينة طيب في مؤشرات طبعا للمدينة الذكية افترة جدا انا جمعتهم هنا في حاجات خاصة بالتنقل والتواصل في حاجات خاصة بالاقتصاد في حاجات خاصة بطريقة المعيشة في حاجات خاصة بالناس في الناس لازم يكون الناس تبدأ تتعامل وتقدر تستخدم التكنولوجيا الحديثة دي وهي حاجة بسطة جدا بس لازم يبقى فيه اصرار من اللولا الناس كلها تستخدم التكنولوجيا الحديثة في البيانات اكتاح البيانات والتدولها والتفاعل معها ومشاركتها وكذلك البيئة الحفاظ على البيئة فلو انا هسكن في مدينة عادية لكن في مدينة ثانية مدينة ذكية اكيد هروح للمدينة ذكية لان بيكون فيها الخدمات لو فيه مثلا حصل لقدر الله حدثة فهي فيه طرق ان الاسعاف توصل في معادها زي ما حصل في مدينة ثلسية لفيه طريق خاص للاسعاف فعشان كده انا شايف ان كل المدن تبدأ انها تتاجي وبالمباعبش مكلف جدا فيه طرق بكتير ان احنا نستخدم المدن الذكية بتكلفة قليلة زي ما حصل في الهند وجزاكم الله كل خير اشكرك جزيلا شكر استاذ عمر سليم على هذا التقديم الرائع والموضوع الشيق جدا الذي اشرت فيه الى اهمية المدن الذكية وهذا طبعا يقع ضمن اهدف تنمية واستدامة في العالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة